قالت الخارجية الإيرانية أن طهران ستجري محادثات بشأن برنامجها النووي محل الخلاف مع ثلاث دول أوروبية يوم الجمعة المقبل وذلك بعد أيام من إصدار الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارا ضد إيران أردت إيران على القرار الذي اقترحته بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة بمواصفه مسؤولون حكوميون بإجراءات مختلفة مثل تشغيل العديد من أجهزة الطرد المركزي الجديدة والمتقدمة ويبدو أن حكومة الرئيس الإيراني مسعود بساشكيان تسعى إلى التوصل لحل للأزمة النووية قبل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في يناير المقبل قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن نواب ووزراء خارجية إيران والدول الأوروبية الثلاث سيشاركون في المحادثات التي قال إنها ستتناول قضايا إقليمية إلى جانب الملف النووي وأضاف بقائي أنه سيتم تبادل الأراء بشأن مجموعة من القضايا الإقليمية مثل قضيتين فلسطين ولبنان وكذلك القضية النووية ومن طهران معنا أستاذ العلوم السياسية في جامعة طهران الدكتور حسين روي ويران ومن باريس معنا الباحث في العلاقات الدولية حسان القبي أهلا بكم ضيفي الكريمين سأبدأ معك سيد حسان هل إيران مستعدة لتقديم أي تنازلات بما يتعلق بملفها النووي بعد خسارتها الميليشيات نعم بعد تحية سيدة الكريمة من خلالك إلى كل فريق الحدث ضيفك الكريم وعموم المشاهدين بالفعل إيران اليوم تسابق الزمن أو تشتري الوقت من أجل ممكن تخصيل أكثر مكاسب ممكنة تحاول رفع من سقف مطالبها حتى تدخل التفاوف فيما بعد بسقف عالي جدا وممكن حتى إن كانت تراجعت كالعادة تكون خطوة إلى الأمام وخطوتين إلى الوراء كما عودتنا دائما خاصة في الملف النووي في انتظار ممكن لقاءها الجمعة المقبل في جينيف مع ترويكا الأوروبية وماذا سوف تكون مخرجات هذا اللقاء إيران ممكن لديها العديد من السيناريوات تضحى أمامها مع دخول ترامب إلى البيت الأبيض لكن قبل ذلك تريد أن تحصل ممكن مكتسبات جديدة تمكنها من التفاوض فيما بعد مع ممكن إدارة ترامب أو حتى مع الوكالة الدولية للتاقة الذرية الكل كذلك ينتظر ممكن تقرير مارس المقبل الذي سوف تعده الوكالة الدولية للتاقة الذرية بعد ممكن انقطاع علاقة بين الوكالة الإيرانية للتاقة الذرية والوكالة الدولية وممكن حتى زيارة جوروسي في اليوم الأخيرين لا تعطي ممكن فكرة واضحة عن كل أنشطة إيران النووية والمدى الحقيقي للتحصيب إن كان 60% أو أكثر حقيقة لا أحد يمكنه أن يعرف فقط تعاون إيران مع الوكالة في قدم الأياب هو من سوف يمكن لها ممكن أفق إيجابية ولكن إن وصلت إيران في السياسة القديمة وممكن حجب المعلومات وأغلاق كاميرات المراقبة وحتى المراكز السرية للتخصيب ووجود ممكن يورانيوم مخصب في أماكن غير معلنة كل ذلك قد يعقد المفاوضات الجمعة القادمة مع الترويكا الأوروبية نعم رجاء أن تبقى معي دكتور حسين ما الذي تحمله إيران معها إلى هذا الاجتماع وهل تحاول إنقاذ نفسها قبل وصول ترامب بسم الله الرحمن الرحيم تحياتي لكي ولضيف الكريم والمشاهدين لعزاء يعني أولاً إيران لم تطلب اللقاء والتفاوض الترويكا الأوروبية هي التي طلبت من إيران يعني تبادل وجهات النظر من خلال مفاوضات مباشرة إيران ترفض أي مفاوضات مباشرة مع أمريكا وكل ما جرى لحد الآن سواء كان في عمان أو إما كان عن طريق رسائل عبر وسطا أو كان حوار غير مباشر ولكن إيران ترى أن الحوار مع أوروبا أكثر إمكانية لماذا؟ لأن أوروبا أولاً هي تريد أن يكون لها وجهة نظر مستقلة عن أمريكا رغم أنها لحد الآن لم تستطع أن تكون كذلك ولكن ترامب هو أساساً تعامل مع أوروبا بإزدراء تعالى معها في دورته الأولى بتحكم وفي تصوري أن أوروبا الآن من خلال الدعوة إلى التفاوض تريد أن يكون لها موقف مختلف يعني في الحوار مع إيران نعم هناك مشتركات كثيرة بين أوروبا وأمريكا وهذا ما لا يمكن إنكاره ولكن هذه الدعوة بما أنها جاءت من الترويكا في تصوري أن هناك أفكار يمكن أن تقوم بطرحها الوكالة الدولية يعني إيران لا تحمل أفكاراً إلى الاجتماع هي فقط ستستمع مصر على موقفها طبيعي لا يعني إيران ستحمل مواقف واضحة محددات لسياساتها وهي يعني إيران أولاً الآن الضيف الكريم ذكر وهذه احتمالاً أنه من المصادر الأوروبية يعني مسألة الكاميرات مسألة الكثير من الأمور هذه هي ليست ضمن إطار يعني معاهدة الحد من الانتشار النووي التي وقعتها إيران هذا جزء من الاتفاق النووي الموقع 2015 والذي انقلبت عليه أمريكا وإيران أساساً تقول أنها لا يمكن أن تلتزم من طرف واحد من هنا إيران تحاول بشكل أو بآخر أنا أقصد هل المحددات التي ستتحدث فيها إيران بالاجتماع هي عن الكاميرات أم أنها ستطرح أن واحد اثنين ثلاثة وتصر عليها موقفها وتصر عليه في تصوري إيران يعني عام 2018 عندما انقلبت ترامب على الاتفاق إيران طرحت فكرة على أوروبا وهي أن أوروبا تقوم بإيجاد أنوات مالية لإيران ويكون لها موقف مختلف عن أمريكا وعند ذلك إيران ستبقى تلتزم بالاتفاق رغم الإنقلاب الأمريكي وأعطت لأوروبا سنة كاملة حتى تقوم بهذا الدور ولكن مع الأسف لم تستطع أوروبا أن توجد لها هذا الدور أتصور أي أفكار إيرانية جديدة ستقوم ضمن ذلك الإطار نعم سأعود لضيفي من باريس أراك تكتب ملاحظات بداية ما هو الطرح الأوروبي والذي ستقدمه أوروبا وماذا كنت حضرتك تكتب نعم أنا في تقديري ممكن ما تسعى إليه إيران في إجابة عن سؤالك للضيف الكريم ربما إيران تبحث عن اتفاق جديد تضمنه لترايكا الأوروبية في ظل ممكن تعثر في الأربع سنوات الأولى من حكم ترومب والكل يعرف بقدر ما كانت الولايات المتحدة الأمريكية تتسياسة ممكن متصلبة نوعا ما مع إيران كانت خاصة من طريقة الأوروبية فرنسا ممكن كانت لديها ممكن تعاون أكثر ممكن مع إيران ولكن في تقديري حقيقة بدون شفافية كاملة أقول جيدا من الجانب الإيراني في التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدون تقرير ممكن يكون إيجابي في تعاون جدي وحقيقي وشفاف لا يمكن لإيران أن تعاون على الثلاثي الأوروبي بعد دخول ترومب للبيت الأبيض لماذا؟ لأن السيناريوات التي تنتظر إيران وإيران تعرف ذلك جيدا سيناريوات تبدأ هل أوروبا ستقبل بتخصيب بنسبة 60%؟ هل سيد حسن ستقبل أوروبا بتخصيب 60%؟ لا حقيقة لا أعتقد ذلك هل ستقبل بزيادة عدد أجهزة الطرد المركزي هناك صحيفة خرسان الإيرانية تتحدث عن 5000 هل ستقبل أوروبا؟ 5000 يعني 5000 بالحساب حسب العديد من الخبراء شارين ثلاثة أشهر قبل أن يصدر التقرير تكون وصلت إلى 90% لا أعتقد أن أوروبا اليوم التي تعيش على وقع تكون تهديد نووي كبير بخصوص المثلة ما يجري في أوكرانيا عندما نربط الملف كاملا إيران أوكرانيا الشرق الأوسط لبنان فلسطين في كل هذا الجو العام لا أعتقد أن أوروبا اليوم خاصة أن العقيدة النووية لفرنسا مثلا فرنسا الكل يعرف أنها دولة نووية ولكن تستعمل النووي في الأغراض السلمية حتى السلاح النووي الفرنسي كما كان يتحدث دائما الرئيس ماكرو أنه سلاح من أجل ضمان السلم العالمي وليس من أجل الاستعمالات العسكرية لا أعتقد أن أوروبا سوف تقبل بذلك وحتى السياسات الأوروبية لأنه كما قلت أن الإدارة الأمريكية في السيناريوات مع إيران الإدارة الشديدة من الحد الأدنى من العقوبات وصولا إلى سيناريو ممكن الأرفع وهو الضرب المنشآت النووية الإيرانية وهذا مطروح على الطاولة الأمريكية لذلك كما قلت إيران منذ البداية تصعد الآن حتى أن جاءت المفاوضات تقدر أن تحقق هامش للربح ولكن لا أعتقد أن تجاوز نسبة الاتفاق 3.67% ما يعني أن مشروع إيراني سلمي غير ذلك لا أعتقد أنها سوف تجد آفاق جديدة سواء مع الطريقة الأوروبية أو مع الإدارة الأمريكية نعم أعود إلى سيد حسين هناك متشددون يضغطون على خامنئي لإلغاء فتواه التي تحضر إنتاج النووي ويقولون أنه لاستعادة الردع ضد أعداء إيران بداية هل سيوافق خامنئي على هذا الطرح ثانيا ألا يعتبر هذا الكلام وتحديدا استعادة الردع ضد أعداء إيران نوعا ما اعتراف من هؤلاء بأن الهجمات الإيرانية بالدرونز والصواريخ على إسرائيل في أبريل وأكتوبر وأيضا الميليشيات في المنطقة فشلت في استعادة الردع يعني أولا دعيني دعيني أذكر يعني الضيف الكريم من فرنسا أن إيران من 2015 إلى 2019 يعني سنة بعد انقلاب ترامب أنه التزمت بالاتفاق النووي بشهادة 17 تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية التي أكدت أن إيران كانت ملتزمة وإيران الآن تعرض نفس الشيء التزام كامل باتفاق جديد نعم الاتفاق القديم الآن الكثير وماذا حصل بعد ذلك لا عفوا عفوا للمقاطع نعم نعم عفوا للمقاطع ماذا حصل فيما بعد يعني التزمت سنة كاملة ثم ذهبت من 67 إلى 60% ماذا حصل فيما بعد حتى نفهم وحقيقة أعتذر ليس من المقاطع ولكن حتى نفهم أكثر ماشي الآن أنا أقول لك أولا إيران إلى 2019 كانت ملتزمة وهناك 17 تقرير للوكالة يؤكد ذلك هذا أولا إيران عندما يعني قالت أن أمريكا مقلبة وأوروبا لا تستطيع أن تقوم بشيء من هنا إيران لن تلتزم بالاتفاق هل التخصيب بنسبة 20% أو 60% هو يتناقض مع التزام إيران تجاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضمن إطار معاهدة الحد من الانتشار النووي وليس اتفاق 2015 لا لا يتعرض حتى أن المفاعل أمير أباد في طهران الذي اشترته إيران في عام 1974 من أمريكا هو يعمل بالبولوتونيوم المخصب بنسبة 90% للأغراض السلمية إلى 90% هو تخصيب ضمن الإطار السلمي 93% فما فوق هو يصبح أسكري نعم على السريع وضحت دكتور حسين ولكن أجبني على أسئلتي بالسريع هل يمكن أن يلغي المرشد هذه الفتوى لأنه انتهى وقتنا هل يمكن أن يلغيها ولا لا أنا في تصوري يعني الفتوى لا زالت قائمة ولكن إذا قامت إسرائيل بتهديد نووي أو قامت بضرب المفاعلات الإيرانية إيران تقول أنها ستعيد النظر في العقيدة النووية ماذا يعني ذلك هذا الأمر مفتوح على الكثير من الاحتمالات شكرا جزيلا لكم كنت معي من طهران أستاذ العلوم السياسية في جامعة طهران الدكتور حسين روي ويران ومن باريس الباحث في العلاقات الدولية حسين القبي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا جزيلا خص titt